بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم سعيدة محمد أشف المرسلين في الفيديو اللي فاتكم عرفتنا مع بعض احوار المستردمين أو الـ users وكيف تكارك الـ users وكيف تحذف الـ user وخمافه طبعاً أثناء الكرياته الـ users أو ان انت تنشئ اسم المستردم قابلنا بعض المشاكل وهي أن الـ user مثلاً ما عنده الصلاحيات أنه يعمل update أو upgrade أو أنه يعمل remove cache وخمافه في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هي فكرة الـ groups أو المجموعات وهي فكرة ان المستردم تقدر ان انت تاخده بايدك تدخنه في مجموعة تكون متحكمة في نقطة الـ update أو أنه يبقى معاد برميشن بمعنى صحة أو يتحكم في السودو أو السودورز أو الـ su بشكل كامل هنروح كده نعمل تمير ونبتدي نشتغل من أول مبديد جداً على terminal وهنبتدي ان احنا نكتب يعني الامر مثلاً ونضغط انتر هنا هو بيتنعلك كل حالة تخص ويوزر رقاص بيك ويو اي دي وهي الشرطي قطن لكلمة يوزر اي دي ده الانف وعندك الجي اي دي وده معناه جروب اي دي رقم الجروب الانف برضو باسم والجروبز اللي انت موجود فيها وطبعاً بعض الانفورميشن التانية زي وفي نوبي والسودو ان انت موجود في مجموعة السودو وموجود في مجموعة ال اوديو ودي اي بي وفيديو وخيمة فول يبقى الامر الخاص بي اي دي يبتدي ان انه يطلع لك المعلومات الخاصة باليوزر سواء كان المجموعات انه هو فيها او مشترك فيها او اسم المجموعة بتاعته وخيمة فول هبتدي اعمل كلير عشان نبتدي من جديد على terminal ونبتدي حالياً نعمل اسمه مستخدم او نعلق added user او نضيف مستخدم جديد من زوام الينكس بشكل عام يبقى بنكتب الامر added user وبعد كده بنكتب محمد طبعاً طلب مني السلاحيات يبقى السودو added user محمد كده بيقول لك ان في يوزر اصلاً مستخدم باسم محمد يبقى هنبتدي ان احنا نعمل dem user ونشيل اليوزر ده اه عفواً كده نرجع ثاني ونحط سلاحيات السودو سودو خلاص كده حزفنا اليوزر نبتدي ان احنا نكتب added user sudo added user كده احنا عملنا يوزر باسم محمد نحط له الباسورد we type password تمام تمام مش عايزين عايزين الانفورميشن default اوكي clear يبقى لو جيدا كتبنا الامر id كده بيتلع لنا الانفورميشن انقصة باقابل. لو جينا كتبنا حاليا اس يو محمد دغطنا انتر هيتم مننا الباسورد نكتب الباسورد ونشوف هيوافق معنا على السلاحيات اللا طبعا نرفض السلاحيات يبقى السوده اس يو محمد وندغط انتر يبقى انا حاليا كده في اليوزر بتاع محمد هو امي كده تمام انا في اليوزر انقص بمحمد لو جينا كتبنا الامر اي دي عشان نبتدي نعرف الانفورميشن انقص باليوزر هنلاقي ان اليوزر اي دي بتاعنا الف واحد محمد وجروب اي دي وجروبز وخلافه طب لو جينا كتبنا الامر جروبز وبعد كده كتبنا محمد مسلا ودغطنا انتر هتبص تلاقي ان هو بيطلع لك ردة انقائب يقول لك ان اليوزر محمد موجود في جروب اسمه محمد اي يوزر بتبتدي ان انت تكاريته على نظام لينكس بشكل عام هو بقى متضافة في جروب دايريكت يعني انه وقعنا مثلاen اقوم الميوزرات او جروبز اللي موجوده يعني ان دلوقتي احنا عملنا اكست عشان نطلع من الوزر ده خامس وكتبنا مثلا جروبز كابانجو ودغطنا انتر هنبص معي ان كابانجو موجود في كام جروب موجود في جروب بنفس اسمه اللي هو كابانجو وصيد روم في نوبي السودو هو من دمن المجموع من دمن الوزرات اللي موجودة ده جروب السودو اللي هو متحكم في الجزر او في الروت بشكل حقا طيب اوكي لو انا حابب دلوقتي اعرف الجروبات اللي موجودة على النظام بشكل عام فقلنا في الفيديو اللي فاب بنكتب الامر كات عشان نخش على اي تي سي باسوود لكن هنشيل باسوود ونخليها جروبز يبقى انا كات اي تي سي جروبز ودرة انتر عفوا مش جروبز ودرة انتر هيبتدي ان هو يطلع لي كوم الجروبات او المجموعات اللي موجودة في السيستم بشكل عام عندك الجروبات او المجموعة خاصة بالروت والدايمون والبين والسيستم وهكذا هتلاقي المستخدمين نفسها لها جروبات اللي هو محمد وقبل وشكل عام هنبتدي ان احنا نعمل تنير كده لالترمنال ونبتدي ان احنا ندخل على اليوزر سودو اسيو محمد مثلا هنعمل كده ونكتب حاليا مسلا اي بي تي اوب ديت زي ما وضحنا في الفيديوهات اللي فاتت ما يعود صلاحيات ان هو يعمل اوب ديت او اوب جريد او حتى يعمل ريموف كاش من خلال اليوزر لانه اصلا مش موجود او ما يعتبرش عضو من اعضاء مجموعة السودو او جروب السودو اللي هو يكون مع صلاحيات يتحكم في الجزر بشكل عام طيب او كتبنا الامر السودو اي بي تي اوب ديت بحيث ان احنا نستخدم الصلاحيات الخاصة بالسودو وندغط انتر هيتم مننا الباسورد نكتب الباسورد عالي جدا انتر هنا بيقول لك محمد اس نوتين زا سودورز فايلز وهو ما عندوش اصمن صلاحية ان هو يتحكم في الملفات حتى لو كتبنا السودو اسيو وكتبنا الباسورد برضو نفس الرد ونفس المشكلة طيب او كي او جينا عملنا اكست طلعنا من يوزر ده خامس وعملنا تمير وحبين ان احنا نضيف اليوزر انخاص بمحمد من دمن المجموعات من دمن المجموعة اللي موجودة في السودو يكون مع الصلاحيات ان هو يتحكم في النزام بشكل عامل احنا حبين ان احنا نضيف يوزر محمد جوه جروب او يعتبر الروت يعني عشان يبقى معايا نفس الصلاحيات الخاصة بين اليوزر بتاع قابانجو يقدر ان هو يعني اوب ديت و اوب جريد و يحن 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 ادنى مشاكل موجودة في النزام عندك الامر الخاص بي يوزر مود يوزر مود تمام موجينا عملنا يوزر مود سبيس تاك تاك همب وضغطنا انتر هيبتدي ان هو يطلع لك كل باريميترز اني بيتحكم فيها الامر انخاص بي يوزر مود عندك هنا امر مهم جدا يعني لو انت اطلعت على بعض الملفات هتبصت لها عندك هنا في باريميترز انخاص بي تاك جي ودي اللي هي جروب اي دي جروب وعندك انه هو ده جيل اللي هو سمون عندك التاك جي كابيتان وهي جروبس جروبس وعندك التاك اي اللي هي اب اند يبقى اب اند لو هديك تبص للمساور بتاحت لهم بمكتوب لك اب اند زا يوزر توزا سب لمنتن جروبس ان انت تضيف اليوزر دوت داخل اه 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 جروب الجروب اللي هو تاك جي اللي هو new list of supplementary groups وعندك الجي اللي هي العادية اللي هي اللي هي السمون بيقول لك هنا force use group as new primary group فاحنا هنا اللي محتاجينه ان احنا محتاجين تاك جي كابيتان وي تاك اي اللي هي خاصة بالاب اند زا يوزر يبقى انا وجهنا رحنا كده عملنا clear وكتبنا الامر user mode هنعمل user mode space stack a اللي هي اب اند بعد كده g انه هو براميتر جي انخاذ بي groups وبعد كده هنكتب space سودو يبقى انا حابب ان انا اضيف اليوزر ده جوه مجموعة السودو في اسم محمد يبقى user mode space stack a اللي هي اب اند جي كابيتان اللي هي groups سودو اللي هو اسم group اللي هي السودو الخاص بي root ويوزر بتاعي اللي هو محمد وهو درط enter هيبتدي ان هنا يقوم لك البرميشن بتاعته deny طبعا انت اوتوماتيك عارف هتعمل ايه يبقى هتكتب الامر sudo اب من الامر sudo user mode enter كده already تمام هو ضفني user انخاذ بمحمد داخل مجموعة السودو او groups الخاصة بالسودو لو جينا كتبنا كده السودو su محمد يبقى انا كده داخل user انخاذ بمحمد هو امي انا كده في user محمد لو جينا ادينا امر لمحمد زي السودو اي بي تي update وضغطي enter هيتموب مني باسورد بتاع اليوزر عادي جدا ندينه enter هيبتدي انه يعمل معنا update بشكل سليم وبشكل طبيعي جدا ومش هيقول لك نفس الخطأ بتاع انه يبقى احنا كده عرفنا زي ان احنا نكاريت اليوزر ونبتدي ان احنا نضيفه جوه groups او جوه المجموعات هكذا تقدر ان انت تعمل create لاي group وفي نفس الوقت تضيف بعض المستردمين اللي موجودين على النظام انه انه هما يستردموا البرميشن الخاصة بالجروب ده تمام بعد ما خلص ال update بتاعه عادي جدا حابين دلوقتي حاليا ان احنا نعرف ال groupات المشترك فيها اليوزر دوت زي ما كنا بنكتب الامر اي دي ونضغط انتر هيبتدي ان هو هنا يعرض لك ان اليوزر بتاعك ان هو واخد اي دي الف واحد ان هو محمد موجود في جروب السودو يبقى حاليا كده اليوزر تم اضافته في جروب السودو الاول ما كانش في جروب سودو كان الجروبات الافتراضية بتاعكو ان هي اليوزر اي دي و جروب اي دي و جروب زي ما هو مشترك فيها حاليا بقى موجود في جروب السودو طيب اوكي لو انا حبيت ان انا اعمل اي كيستو ابتدي ان ارجع اليوزر الخاص بيه وكتبت الامر cat slash atc slash group واضغط انتر هابصة لقي ان محمد من دمن الجروبز عادي جدا ونفس الجروبات الموجودة خاصة باليوزر طيب اوكي لو انا حبيت اتاكد هن ينفع ان محمد يدخل على نفس المسار انقاذ باتc ومفترض انه هو مع صلاحيات اليوزر فبكتب سود صلاحيات الروت عفوا اسيو محمد انا كده في يوزر محمد ابتدي ان انا اكتب له او امر cat slash atc slash group واشوف هني يقدر ان او يتصفح الملفات دي وانا انا اضغط انتر اضر ان او يعرضني الملفات بشكل طبيعي جدا زي زي الروت بالزبط يبقى انا كده معايا نفس المفترض ان خاصة بالسودو هنعمل اكست وكلير حابين دلاتي حاليا ان احنا نضيف جروب معين انه هو جروب جديد على سبيل المثال ونحط اليوزر جوه جروب برضو مفيش ادلة مشكلة يبقى انا ممكن اكتب الامر added جروب واسمي جروب ده مثلا دكتور دي ار مثلا واضغط انتر هنا بيقول لك الصلاحيات يبقى هنحط السودو انتر هنا بيقول لك اددينك جروب دكتور بجروب اي دي اللي هو رقم جروب الف واثنين وهنا بيقول لك دان كده تمام وهو قدر انه ينشئ جروب باسم دكتور يبقى هنكتب امريكات اي تي سي جروب ونبص تحت خارج كده هنلاقي ان فيه جروب تم كرياته باسم دكتور طيب اوكي هنعمل كمية وهنطبق نفس خطوات مرة تانية السودو تمام يوزر مود بس هنبتدي ان احنا نشين الجروب باسم السودو وهنسميه دكتور يبقى انا حابب ان انا قضيف يوزر محمد داخل جروب دكتور بدل سودو ودرط انتر تمام هبتدي ان انا اكتب سودو اسيو محمد ادخل على يوزر محمد واكتب اي دي ودرط انتر اصبح ان كده اليوزر انخاص بي موجود في جروب السودو وموجود في جروب الدكتور لحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلاص واتمنى يكون الشرح واضح وبسيط واستمعين الفيديو تاني بإذن الله اشتركوا في القناة